قدماً تمضي قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير محافظة تعز تقدم ملحوظ في محور مقبنة إلى الجنوب من مركز المحافظة باتجاه كامبل برح التي أصبح مصنع الإسمنت فيها تحت السيطرة النارية بهدف تحرير منطقة البرحة السراتيجية التي تعتبر الشريان الرابط بين تعز والحديدة قائد الحملة العسكرية في محور مقبنة العقيد عبد حمود الصغير قال إن الحملة تهدف لتأمين الساحل الغربي للمحافظة وستتقدم لتلتحم في المخاء بقوات الجيش والمقاومة الشعبية القادمة من جهة دباب مصدر عسكري أفد أن خطة تحرير ساحل تعز تجري من أربعة محاور الأول دباب المخاء والثاني من جهة المضارب الوازعية مفرق المخاء أما الثالث فمن جهة المعافر الحنابة مفرق المخاء وصولاً إلى موزع في حين يشمل المحور الرابع مقبنة والبرح وصولاً إلى مفرق المخاء أيضاً بالتوازي تخوض قوات الجيش والمقاومة مواجهات شرسة للتقدم نحو مركز مديرية دباب الساحلية بعد تأمين الشريط الساحلي بالتزامن مع بسط السيطرة على وادي الجديد القريب من ميناء المخاء الاستراتيجي وتمشيط المناطق الجبلية المحيطة بمعسكر العمري في نفس السياق استهدف طيران التحالف مواقع الميليشيا في المخاء شملت منصة صواريخ وتعزيزات عسكرية كانت متجهة إلى دباب فيما تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش عملية كشف وتفكيك الألغام التي زرعتها الميليشيا في المنطقة